تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت منافسات بطولة سموه الدولية الثالثة لجمال الخيل والتي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في قرية البحرين الدولية لسباقات القدرة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن البطولة تعتبر محطة مهمة في رياضة جمال الخيل خصوصا أنها تقام للمرة الثالثة على أرض مملكة البحرين وتشهد مشاركة واسعة من الملاك والاستبلات إضافة إلى تواجد ملاك واستبلات من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية موضحا سموه أن البطولة التي حولت أنظار عشاق الخيل العربية إلى مملكة البحرين ستكون علامة فارقة في تاريخ هذه الرياضة التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من لد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه وعرب سموه عن اعتزازه باستمرار تنظيم البطولة الدولية التي لها مردود إيجابي كبير على الملاك والاستبلات في المملكة وتؤكد المكانة العالية التي وصلت لها البحرين في بطولات جمال الخيل مشيرا سموه إلى أن إقامة النسخة الثالثة تعزز من مكانتها وتؤكد نجاحها عاما بعد عام في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة واللجنة العليا للبطولة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه البطولة توفر البيئة المناسبة للملاك والاستبلات على المشاركة في البطولات الكبرى مبينا سموه إلى أن البطولة تحافظ على التراث البحريني الأصيل وتؤكد بأن المملكة تمتلك ميزة خاصة في بطولات جمال الخيل وأكد سموه أن مشاركة أكثر من 250 من المهور والأفرس والفحول بمختلف الأعمار تؤكد الرغبة الكبيرة من الملاك للتواجد في البطولة وتهيئة الأجواء المناسبة للأفرس والمهور والفحول للمشاركات الكبيرة القادمة متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا وشهدت منافسات اليوم الأول إثارة وندية بين المشاركين وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة وستقام على هامش البطولة عروض ترويض الخيل سيقدمها نخبة من المختصين في الخيل